اشتركوا في القناة 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 نعم نعم وضحت لنا هدفكم هو أن توقعون الشباب بالمتاحف في الكويت تعرفونهم عليهم أكثر راشد نبي نعرف الحملة الحملة إن شاء الله سيكون انطلاقها يوم اليمعد تاريخ 4-12 بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب وللأمانة هذه كلمة شكر أحب أوجهها لهم بموافقتهم الفورية على هذه الحملة وللأمانة يعني ما في أي تفكير وللأمانة عطونا أكثر من اللي احنا طلبنا منهم البوايد نعم وهذه يعني شغلة مو غريبة للأمانة على مثل هذه الأماكن الاحتضان الشباب ممتاز أخوي مشعل أبي أتكلم عن الجهات الحكومية اللي راح تساندكم من خلال هذه الفعالية من خدمات من تلوين الإفنت بشكل عام للمشترك فيه علشان أنت تعطيه دافع نايدلك ويشارك في هذا الإفنت نحن الآن بداية خطابنا المجلس ومثل ما قال راشد أخذنا الموافقة وبصراحة كان الموضوع بشورت نوتس بسرعة بسرعة قاعدنا نسويه ولما أعطونا الموافقة ثاني يوم على طول إحنا وايد انتعشنا ولأن عندك وايد ناس تصدك أو تحبطك إذا أنت بتقوم بشيء خاصة تطوعي بس أعطونا وايد روح حلوة وشجعونا إن شاء الله يوم الأثنين راح يكون عندنا اجتماع مع وزارة الداخلية اللي أصلا هي شريك معانا بالفريق لأن الشباب بالفريق سووا إحصائية مع وزارة الداخلية قبل تكوين الفريق وبعد تكوين الفريق حجم الحوادث اللي كانت قبل والحجم الحوادث اللي صارت بعد حتى طلبات طلبات تقديم رخص قيادة الدراجة الآلية في سنة 2010 كان سبعة وستين طلب فقط في 2013 بشهر واحد وصلت لأكثر من سبعة وعشرين ألف طلب وهذا يعني شيء من الأفريقى في دولة الكويت إنها حطت واحد من الشروط الأساسية أن يكون عندك ليسا لقيادة الدراجة النارية نعم شيء جميل لنتكلم عن الأنشطة والفعاليات الحملة هذه بتصير يوم اليوم إن شاء الله في أربعة واثناش هل في بالحملة فعاليات أنشطة معينة راح تسوونها؟ غير أنكم يعني مثلا تروحوا المتاح هل في أنشطة معينة؟ هي إحنا ضفنة إحنا مثلا الأنشطة مثل ما قلت لك إحنا يعني هواية ساق الدراجة أنه يمشي مسافة طويلة في دراجته حلو جو حلو خاصة جولشتة بالكويت عندنا وائد حلو وبطريقة منظمة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أنا عشان شذي قلت أن وزارة الداخلية من الأول شريك معانا في الموضوع لأنه إحنا عندنا بايك شو كبير ككويت رايدرز يقومون فيه يعتبر من أكبر بايكات شو في الميدل إيست كامل كرنفال كامل كرنفال كويت رايدرز يعني وصل الرايدرز السنة اللي فاتت أكثر من تسعمية وشوية تقريبا إلى ألف سيكل وراء بعض يمشون يلفون داخل الكويت فالعدد كبير إذا ما تكون وزارة الداخلية معاك صعب الكنتروال على الشي فإحنا ضفنا إضافة على أنشطة الموجودة يعني لو مثلا قرر الفريق أن يوم اليمعة راح يروحون لرحال ما يمنع أن احنا نروح نزور مكان تاريخي ناخذ المعلومات اللي احنا نبيها نوعي الشباب على اللي موجود بعدها نكمل طلعا نكبر برنامجنا فإحنا طعمنا الأنشطة اللي موجودة أصلا الحين بدأينا بالأنشطة الثقافية والأثرية لكن إن شاء الله إحنا نخاطب بعد مثل ما قال عبدالله الجهات الحكومية أننا نضيف عليها الأماكن الترفيهية في أماكن عائلية وايدة بالكويت نروح بره الكويت وما نشوفها هني عندها في بعض الأماكن الخاصة بالكويت تحديدا تقول أنا ما نروح بره الكويت ألعبها ونذكر هي موجودة بالكويت لا نلعبها يمكن في بعض الناس يقولون السوء لأحوال الجوية فترة تلشته السيزن هذا اللي يأي لأربعة تشهر لخمس تشهر فرصة كبيرة حق فعاليات حق إيفنتات كويت رايدرز نرجع شوية مثل ما قلت لكم استضافتم أربع أضاء الحين خمسمية ودي يكونوا واحد أني أخذ تشيرتهم لأنها أجب عزيز غالي لكن أنا لا تركب سيكل لا تركب سيكل هذه نقطة فريق كويت رايدرز هو فريق ما يعتمد بس أنك تكون قائد للدراجة النارية حلو هناك شخص يحب الهواية ولكن لسبب لا يستطيع أن يأخذ الدراجة النارية كويت رايدرز يفتح الباب تسجل تمتع بكل الامتيازات التي نعطيها لقائد الدراجة النارية ولكن بسيارتك لا يوجد أي مشكلة هناك منتسبين لا يكون لديهم دراجات فقط يعطيكم العافية وما قصرته أكيد نتمنى أنكم تتوافقون في هذه الحملة إن شاء الله سؤال أخير هل تتوقعون أن الكويت ممكن تصير بلد سياحي في يوم الأيام؟ عندنا كل المعطيات أنا بغيت أقول حق عبدالله إذا الناس بالصيف عشان الحوال الجوية تسافر إحنا ممكن نخلي الكويت دولة سياحية بلشته لأنه جونا فضيع بلشته محد ينكر هالشي يعني لا عندنا خاصة الأسنين اللي فاتت مو عندنا البرودة اللي وايد صارت قوية نفس قبل ولا عندنا الحرورة اللي تكمل فعندنا شيء يعني أحد لندن يبيضون حق الكويت يوني؟ ولا مو هنا إن شاء الله نقول إن شاء الله بس شلي يمنع والله الزار لما يوصل لدولة الكويت يشوف والله الستيكارات البانعرات صح إحنا ينقصنا التسويق صح وهذا يعني شيء ممكن إحنا نقدر نساهم فيه صح قلت لك في البداية أوهو سياحي ترفيهي بتطعيم أو ملحة على قولة توعوية بعد الحلقة روح ناكل إن شاء الله يعطيكم العافية ما قصرته راشد العجمي منسق فعاليات فريق كويت رايدرز ومشحل النجادي عضو فريق كويت رايدرز عفوا حياكم الله ونورتوننا اليوم والله يوفقكم إن شاء الله الله يسلمك عسى الله يوفقكم وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من خلال برنامج رأيكم شباب طبعا هذا الفريق ما قصر خصوصا مع قيادة الدرجات النارية أو القيادة بشكل عام لأن القيادة هي فن وذوق والله يحفظ الجميع مع السلامة مع السلامة